أستاذ علي يتفضل السلام عليكم ومولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مولانا كان لي سؤال بس أعزت في الحضرتك فيه تفضل بروح مع أخوي ببطعبان كده بروح مع علي الدكتور هو عيان بمرض مزمن يعني من ناحية تانية مفروض ان انا هتجوز في محافظة تانية أشياء هم يعني لو حال ان انا دو انا ست اخوية ورحت عشان الخطر ان انا تجوز في محافظة تانية مع العلم ان هو انا اللي بغضيله مشاويره حال ان انا كده مؤثر السؤال السؤال يا سيد علي انت في حد من أسرتك موجود ولا لا اه خير بس ببقى في الشغل كويس يعني في حد تاني موجود تمام يعني ممكن يتنوب عليه صعب جدا طيب السؤال هو بيعرف يتحرك بيعرف يتحرك بس محتاج من المعالى ان هو التعب يعني التعب بتاعه مش بيبقى كويس مش بيبقى هين يعني ممكن حد يساعده في دولة لا لا انا شايف ان انت انا شايف عشان نكون واقعيين اللي انت بتقوله ده يا ما جاب لي ناس امراض نفسية تمام انا شايف ان انت تعمل ما يلي تحاول بقدر الامكان ان انت تسكن في قرية قريبة وتستطيع ان انت تساعد اخوك بقدر ما تستطيع ليه طيب لان ده اللي تقدر تحافظ به على ان انت هتحافظ على علاقتك باخيك لان انت لو تركت زواجك من اجل اخيك وانت في حاجة الى لازل زواج زي ما هو واضح ايه النفس الانسانية او انت غير مستعد لان انت لو انت كنت مستعد كنت هتتفرغ لاخيك لو كان الجواز مش ملح عليك وخلاص لكن اما وانك اما وانك انت محتاج لهذا الجواز وخلاص وقعت في الحب وزي ما بقوله خلاص الحب اشتعل خلاص انت لو تركت زواجك وتفرغت لاخيك هيتحول الخير اللي بتعمله لاخيك الى عبء عليك ومش هتحس ساعتها بالشهامة هتحس بساعتها بانك بقيت ضحية وانك انت الدبحت يبقى الصح ايه ان الجامع عندنا في الفقر نقول الجامع اولى من الترجيح تحاول تجمع ما بين الاتنين تسكن في قرية قريبة من اخوك وتفعل ما تستطيع ليه لان حاجة الجواز دي حاجة ملحة فتزوج وحاول ان انت تساعد اخوك بقدر ما تستطيع وان شاء الله ربنا يوفقك الى ده ويساعدك وما فيش مانع ان انت تتناوب انت واخواتك على انك انت تعمله جدول بعيد عن فكرة ان ده صعب او مصعب بلاش فكرة التحال باما او واضح يا سيد علي تمام افندم بس هو يعني السكن في الجيزة والجواز دي يبقى في السعيد في سهاب ما انا بقول لحضرتك انت حاول بقدر الامكان ان تسعى الى التحسين حتى لو انك انت ساعت ان اخوك يبقى في مكان قريب من المكان اللي انت فيه ده هيكون افضل وهل نقله الى المكان اللي انت ممكن تهتم به هيكون ده من اعمال الخير اللي انت ممكن تعملها او ممكن يساعدوا حد ان هو يبقى فيها لكن مسألة ان انا اسيبي الجواز واعد اتفرغ لاخويا بهذه الطريقة على ما تعودت عليه ستفسد حال الاثنين انت بعد كده الدوات هيتحاول الى عبق عليك انا ما بقول لكش تخلى عن اخيك لكن بقول لك ان انتوا تديروا الكلام ده وما تعتبرش ان انت لوحدك المسؤول لو فيه اخوات تانين لو سمحتم وزعوا ده عليكم ونعمل جدوى المحترم يتوزع علينا الامر ده عشان نحقق المصالح الاكبر ان شاء الله نعم